التقرب للإمام بمعنى أنك أن تعمل ولو كانت لك التزامات كثيرة كل واحد مننا له التزامات إذا الكل يبحث عن التبرير فالتبرير سهل الكل واحد من عندنا واحد يقول عندي كلية واحد يقول عندي معهد واحد يقول عندي مدرسة واحد يقول عندي عمل واحد يقول عندي التزامات هذا يقول ما قدر أحكراسي هذا الكلام ما ينفع هذا الكلام ما ينفع مهما عملت هذا عملك مؤهم من الإمام هذا الواقع لازم نحول إلى ثقافة إلى ظاهرة قضية الإمام المهدي علينا أينما تكون أنت اليوم تعمل أنت اليوم عندك بسطية أنت اليوم طالب بالمدرسة بالكلية أنت إنسان متخرج أنت قاعد بالبيت شنو فائد وجودك شنو فائدة وجودك شنو اللي قدمت للإمام المهدي صلواته الله وسلامه عليه شكثر هذه أوقات الفراغ نقضيها بالكماليات شكثر ناس قعدون ويفكر بهندامه وستايله ويفكر شلون يطلع جميل وشلون يتجمل زين كل هالجمالية لا تبحث عن جمالية الإمام المهدي لا تبحث أن تكون جميلا في قلبك وفي وجودك عند الإمام حتى كما قال الإمام عجل الله تعالى فرجه لعلي بن مهزيار لما التقى به بعد عشرين عام يبحث عن الإمام لما يصل إلى الإمام بعد عشرين سنة انظر إلى القصة مذكورة في كتاب منتهى الآمال بالشيخ عباس القمي طبعاً هذا الكتاب من الكتب المهمة اللي لازم فيه كل بيت موجود كتاب منتهى الآمال للمحدث الكبير الشيخ عباس القمي هذا الإنسان العالم العامل العالم الرباني هذا الكتاب لازم موجود تقرؤون عن سيرة الأمة والمعصومين سيرة النبي صلى الله عليه وآله وإلى الإمام عجل الله تعالى فرجه كتاب منتهى الآمال لازم فيه كل بيت موجود اقرؤوا هذا الكتاب شوفوا هذه قضية علي بن مهزيار اللي الآن قبره هو في الأهواز موجود هذا بعد عشرين سنة يذهب إلى بيت الله الحرام وبالنتيجة يلتقي بالإمام لما يلتقي بالإمام يقول يا علي إنا مشتاقون لرؤياك هذا التقر هذا اللي الآن نحن نحكي عنه هذا اللي الآن نحن نفكر فيه إنا مشتاقون لرؤياك يا ابن مهزيار يعني الإمام المهدي فعلاً نحن متقربون إلى الإمام اليوم دراستي أهم من الإمام أكلي أهم من الإمام ستايلي أهم من الإمام التزامات المتعددة أهم من الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشرف نعم أهم أهم في الواقع لأن عملياً الآن كل واحد إذا تقول لأنت من هو الأهم يقول نعم اليوم انتماءاتنا أهم اليوم في أوياتنا أهم أين الإمام المهدي في حياتنا اليومية والعملية والعملية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر